من يتصور أن الأحداث بدأت في 7 أكتوبر وإنما جاءت نتيجة تراكمات لتجاهل هذا الحق ولتجاهل سياسات الاستيطان والقتل والتهجير التي قامت بها سلطات الاحتلال فانفجر الشعب الاستيطان في 7 أكتوبر وانتهينا إلى هذا الوضع المأساوي الذي لم يسبق أن مر على العالم في التاريخ نحن أمام إبادة جماعية حقيقية لمليونين مواطن فلسطيني في منطقة مكتظة في غزة وأمام صمت المجتمع الدولي الذي يكتفي بعبارات لم تؤدي إلى نتيجة في مؤتمر القاهرة وكان مباشرة بعد الأحداث كنا نتحدث الكل في جملة واحدة لا نريد اتساع ساحة الصراع اليوم بعد مرور مئة يوم من هذه الحرب اتسعت ساحة الصراع إلى البحر الأحمر إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق ولا نعلم متى تتوقف هذه المساحة من الصراع هذه منطقة حساسة تمثل ثقل إمدادات الطاقة للعالم تمثل ممرات اقتصادية مهمة للعالم إذن التأثير لا يختصر على منطقة محددة بعينها وبالتالي على المجتمع الدولي أن يأخذ مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه عكومة الاحتلال التي مصيرها مرتبط بإدامة أمد الحرب فلا يمكن للعالم أن يقف خلف رغبات شخص متهور مثل نتنياهو استباحة كل الموافق وكل العراف وكل القوانين الدولية وهذا ما حصل في غزة هذه وجهة نظرنا هذا خطابنا حديثنا تواصلنا مع الجميع لذلك نحن قلقون من أن الأمور إذا بقيت على حالها فسوف نكون أمام حرب شاملة في المنطقة لا سامح الله